مفضل مدير فني اتعاملت معي. اتدربت تحت ولايته يعني. ما فيش شك ان كابت الجوار الله حمو هو صاحب اكبر بصمة بالنسبة لي. اعتقد الجيل كامل. لابعا. اصي اخد بالك يا تجوار بيعلمك. اه. يعني هو مش بس بيدربك ككورة. انما بيعلمك اسلوب حياة. يعني ازاي تعيش في حياتك لعيب كورة. لانه دي الناس كتير بتفتقدها. الناس كتير مش فهمة يعني ايه لعيب كورة? ان انت تعيش يعني. يعني بالزبط ازاي انت في الميديا دلوقتي في الاعلام. انت بتحضر قبل ما تروح وبتعيش. وممكن تكون انت عاد في البيت كده. تسرح تقول ايه? طب انا عايز اتكلم في الموضوع ده. طب انا هسأل السؤال ده. انت عايش كاعلامي. وده هو ده التركيز. اولا حاكتين. انا تعلمت كابت الجواري حاكتين. مهمين. التركيز والاخلاص. ازاي اخلاص? لما تعمل حاجة تخلص فيها. طبعا. تركيز فيها جدا. طبعا. ما ما سابني المسال. وانا بلعب كرة عشرين سنة. من من تمانية وتمانية لالفين وتمانية. عمره ما فكرت اقول ايه? طبعا انا عايز اعمل بقى مشروع عشان لما بوضت الكرة. لا. هو مشروع الكرة. ما انا اشتغل في الكرة واخلص في الكرة وموت نفسه في الكرة. وبعد ما نخلص نبقى انشوك الدنيا بالزبط. بقى ايه لا هيحصل بعد ذلك. فهو كابتن جوهري اهم اسم. كابتو جوهري اعلمك ازاي 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 تركز. فيه? وازاي تخلص في صنع شخصيتك يعني او شكل شخصيتك برضو خيانا اقول. بالزبط. صنع شخصيتك. اخد بالك كمان فرق معايا كتير جدا انا باتكلم كنادر بقى. فرق معايا ان انا روحت زمالك برضو. اكيد. معايا يعني فرق معايا ان انا وانا عندي خمساشة سنة دخلت زمالك وتعلمت مع مدربين مع مع كابتن غانب سلطان وكابتن حمود الخواجة ربينا اديهم الصحة والعمر هما اللي ضربوني. اه ازاي زكارته قلت كابتن عادل. طبعا. اه كل دول فرقوا معايا جدا في خبرات لان هما لعيه بكبار جدا. طبعا. تتعامل عليها بكبار وقولك مسلا اعمل كزا اعمل كزا اعمل كزا اعمل كزا. ده بيفرق معايا كابتن فرق عفر نفس الموضوع يعني. فده بيفرق كتير جدا يعني. في مدرب اجنبي يفجر له حاجة كويسة اه اتدربت تحت ايده يعني اه انا شايف من احسن مدربين اتدربت معهم. طبعا. طبعا. وانت مع فترة قوية جدا طبعا. اه فترة قوية جدا وبعدين هم المدربين اللي هو عمل ما بين العقلية الاوروبية وفي نفس الوقت لايه? السلوب العربي المصري شوية. فهم ثقافة اللعيب المصري. فهم ثقافة اللعيب وكان قوي جدا. احسن مدافع كنت بتتطمن وانت بتلعب معاه في الفريق. اه متحة عبدالهادي يعني. يعني متحة من اللعبة. مدافعين. خوة جدا. طبعا. 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 بس انا يعني بالحقيقة قال يعني سواء متحة او ششيني او اه كامونة او عبدالزار ساقة او محمد يوسف اه اه لا كنت محبة اوي. لعبت في جيل برضو. خط بالك كان فارق معنا ان احنا علاقتنا اصلا كويسة بعض. فهموا صحاب وتحبوا بعض. صحاب يحب ان اهو نهز يعني ده مهم اوي ان انت جدا جدا يعني زيك فضيع. بس هو يعني هو ما كانش يعني هو كان دايما وليدي يقول لي انا بس لك ما معرفش يا احسن. احسن حارس مرمى اوروبي او علامي كنت دايما بتبقى شايفه بتبقى دايما نفسك تبقى زيه. مين? اه انا كنت احب اه 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 يعني كنت بحب اوي اه زو بزاريتا مسلا. لا. يعني انا بحب اللي هو كليسيكية يعني زي بيتر شمايكل زي اه. اه اه فهم? يعني بحب اللي هي مش فهم? يعني مش اللي مودة او. مش مسلا مسلا مثلا مش كاسياس مسلا. اه. اه. لا بحب جول اللي هو كول يعني. فهم كلمي? يعني شكله كده. كل حاجة فيه مواصفات هو حارس مرمى يعني. اه اه. اه فهم. طيب اه شمايكل وحاليا مين احسن حارس مارمو في العالم؟ انا شايف لوريس الجول بتاعة توتنهام بتاعة مفظيح. محليا سواء حد قديم برضو كنت بتحبه جدا متحب ستايلو وانت صغير? انا كنت احب قوي كابتن اكرامي. كابتن اكرامي. وحاليا بالنسبة لك مين احسن حارس مارمو? انا احب ستايل احمد شناوي. احب ستايلو. احلى مباراة لعبتها بالنسبة لك ايه? احلى مباراة منتخب ولا نادي? اقول لي كده اقول لي كده. انا بالنسبة لي لو سألتني اقول لك كاس الامم تمامية وتسعين كلها. اه. ومطش المصري اللي انا بقول لك عليه. انا انا شفت حاجات وما تتصدش. ليه الكرة دي جون? اخد بالك انا بستمتع جدا بالمشاطة فيها ضغوط. طبعا. اه. يعني المشاطة المضغوطة والجمهور وحاجات من دي. ودي اللي بتكون كمان الشخصية. هي بتكون الشخصية يعني يعني سبب الاسباب الرئيسية ان انا قلت خلاص مش عايز اكمل كرة تاني ان انا خلاص يعني خلاص مش بقيتش مستمت انا احب العب تحت الضغوط. انا انا احب العب تحت الضغوط. انا 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 ا